فاكرين الفيونكا اللي عملناها بشراية الجلد اللي باجي عندنا الشريط اللي جصناه كان مجاسه تجريبا اتنين سنتي في طول حسب ما انتو عايزين باجي عايزين الفيونكا طويلة جو سيارة رفع عشرين مثلا اهو تمام تقدرون تستخدموه من مجسل عادي او من شرشر زي كده اي خامة عندكم تنفع مثلا عندي خامة رخيصة ولا حاجة او خامة الا حد ما برضو اه مش غالية جوي مع انا مثلا التك تاك هوت هنعمل فيونكا عادية خالص زي ما انا قلتلكم قبل كده هنحدد المنتصف ههو واتجمو بجي يعني مثلا اه مش لازم نفس لون التك تاك مش لازم نفس لون التك تاك شوفوا باقي الفيونكا تقدر تقدرها تتنيها زي كده ولا مش هتقدر تتنيها تمام كده هنعملها بالفاكرين الفيونكا اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت العادية نفس الفكرة بالزبط الفيونكا اللي هي كانت بالخيط جفلناها بالخيط وبالجوخ وبعد كده بالجلد ولزجناها بالبي 7000 نفس الفكرة والزبط هنعملها مع الفيونكا ديت تمام اهي دي بتتاني عادي وتطلع معاك بالشكل ده تقدر تحطيها التجومة مثلا يا مثلا ده لونه ابيض تقدر تعملي معاها فيونكا دهبي لو الفيونكا مش بتتاني معاك زي ديت كده حدد المنتصب بس اهم حاجة هشوف كده بتتاني ولا لا في كافيار ممكن يتتاني وفي كافيار لا تمام كده دي بردو التانت معاك لو مش بتتاني باجا كده هتلزجيها عادي بالبي 7000 من النص هنا انا حطيت بي 7000 هنحط كمان شامع معا جنبي كده وكمان هنا شامع جنبي الباجا الشامع هيثبت والبي 7000 هيلزججامت هزبط باجا طولها عايزة بحطاها لأي ديكتاك عندي عندي ديكتاك أنا كنت عاملا لونه بمبي حسيتها كبيرة شوية فحاول ان انا ايه اجوز الطول الكبير ده واحطها عليه طبعا بي 7000 والشامع زي ما اتفاجنا بي 7000 وشامع النص بي 7000 والجوانب شامع حطها باجا بميل ولا زي ما احنا عايزين تقدروا باجا اتطجاموا اي الوان مع بعض وبين التكفيل باجا من ورا حسنا دي اسهل شوية من التانية اللي احنا عملناها قبل كده دي راحت فين الفيونكا دي تحسها اسهل شوية يعني عشان دي بتعمل باسرع طريقة تقدروا باجا تصغروا او تطولوا حجمها هعملها من ورا بالجوخ زي التانية بالزبط عادي ما بيش اي مشكلة بالشامع باجا بيالبي 7000 اتزاجوا براحتكم تمام وخط كده من الجوخ مع الفيونكا عشان ما تفكش عايزين باجا تحطوا في النص اي شغل عندكم انا بصت عشان هنا عايزة حتة كمان شامعة او بي 7000 برضو عشان تثبت اهي عايزين باجا تحطوا اي شغل عندكم برضو معانا اي فيو اي بروج ولا حاجة بس هي شكلها كده بسيط ما فقاش اي حاجة مش محتاجة يعني عشان التكلفة بس تمام عايزة باجا انا اعمل اي واحدة شكل تاني عايزة اعمل لكم شكل تاني في يونكا عادية زي كإننا نعمل الستان في يونكا عادية خالص عكس بعض اللي هي فكرينها اللي هي كده اعمل هلكو بردو بكل سهولة اهي من نص كده ده منتصف اهو ديات كده وديات كده ومشارشرة من الاطراف اهي زي ما انتم شايفين بتتني باجا بتتني باجا ما بتتنيش برضو هتنفع معانا مفيش اي مشكل اهي دي برضو تنفع معانا على التيك تاكي بمعانا شكلين للفيونكا عايزة مثلا انا زين بقطعة من الكريستال كده مربع من الكريستال هنا اهو برضو ينفع معانا عندي قطعة كريستال صغير خلص كده مش بتنفع معانا جوا هنجس قطعة صغيرة منها ونحطها في النص او بروش زي ده هيديده قيمة تحفى البروش ده عاملينه في فيديو على القناة من الانصاف اللولي والشريط الالماص ده ان شاء الله تلاقوه ويعجبكو تعملوه ان شاء الله تحفو والله يمديده وفعلا جيم اكتر من الجماعة دول تمام كده هعملكو باجا في يونكا سهلة جدا من الجلد اي طول باجا عندك تمام انا هعمل هنا في يونكا كإني بعمل ستان كإني باستخدم الستان في يونكا عادية خالص بس اهي تمام كده عايزة اها باجا عايزة جس لحد هنا تمام عايزة عملها بديل تمام برضو مفيش اي مشكلة هنخليها زي ما هي كده تمام هجس بس بديل خليه مكسوس مثلا كده تمام عايزة انت خلوها لحد هنا بس من غير دي تمام برضو عايزة هلزكها بالبي سبع تلاف والشامع انا سريعا هلزكها بالشامع لازم تتلزك بالبي سبع تلاف عشان ما تتفكش انا بس عشان احتمال ما مستخدمهاش في الموضوع ده انا بس بوريكوا افكار عشان انتم ما تبغضوش حاجتكم انا ممكن ببغضها عادي فاحنا مع بعض هو نجرب كزا حاجة اهو استخدمتها كالبتاع بس طبعا كستان بس طبعا زي ما قلنا ايه نلزك بالبي سبع تلاف عشان للامانة ما يبقاش حرام علينا وتتفكش من الزبونا لان الشامع مش بيلزك الجلد عشان نبقى عارفين كلنا وطبعا من النص اي راح تفين بالبطاعة ديت كده من النص كده تلزكوها بجع طبعا يستحسن ايه تكون لون مختلف نفترض مثلا ديت لاغمكة عايز حاجة مختلفة مثلا كده تمام مع وجه بجع او مع دولة تحطوا بجع من النص بروج او من النص كريستال اوف ويت ولا حاجة او ابيض برضو هينفع معانا اهو تمام ده كريستال او قطع جلد مربعة من نفس لون التك تاك نفسه تمام انا بس عايز اضبط الفيونكة دي لان انا حاسة ان انا يعني سايب حتة نازلة كده فاطلاحها الفوق عشان تبقى فيونكة بالزبط اهي كده فعلا هي فيونكة شكلها جميل جدا ده شكل الفيونكات اللي احنا عملناها مع بعض او نعملها كساتان عادي نقدر نعملها قطعة واحدة بس كده عشان بس للتكلفة تجليل التكلفة يعني ونحطها فوق التك تاك فيونكة صغيرة خالص فوق التك تاك كده نتنيها باجة او نلزكها بالشمع عادي يقول بي سبعة تلاف وانحطها فوق التك تاك كده وطبعا فوقيها بروش زي كده برضو تدي شكل مش هتقول لا لو عندي الجساجيس نقدر تستغليها برضو في فيونكات دي نفترض مثلا عندي قطعة اكبر خلفيتها مثلا هي سودة مش هتدي شكل وحشة الخلفية يعني لو ظهرت معنا فهنيجي اي باجة من منتصف كده هنعملها برضو في يونكة بس زي في يونكة جوجو قطعة كده ديت كده وديت العكس كده ايه مثلا كده او العكس كده مش ده المنتصف دي كده وديت كده ونلزكها سواء باجي على الانحياء دي او على الانحياء دي وارطوه هتدي شكل حلو ده لون غمج هتحطيه مع لون فاتح كده وهتحطي في وجيها البروج اللي احنا جلنا عليه ده برضو شكل الزكه لكم وارجع لكم بس عاملها لكم بالروحة تاني عشان الناس اللي ايه ما خديتشي مالها اقول ان انا عملتها بكذا شكل افضل شكل باجي عشان انا ايه ما اتحكش عليكم افضل شكل انا هنجيب دي كده وديت فجيها كده هلزكها بالشامع والبي سبعة تلاف تمام عشان بس دي ما تتفكش حاولوا تطوول على جد ما تقدرون اه هنا بزيادة عشان ما تتفكش من الزبونة تمام كده وتعوجوها باجي كده اهي لازم تكون ايه اه بحرده كده اهي الحتة اللي احنا لازجينا هتكون لتحت تمام عشان ما تتفكش منها عيلا تشدها ولا حاجة طبعا بالبي سبعة تلاف والشامع لازم يكون شغلك متقن عشان الناس ترجع تشتري منك مرة واتنين وثلاثة تمام كده اهي تمام وبعدين هنحط ده فوجيه اهي ده يكون شكلها برضو معنا ما فيش اي مشكلة هنا بانت مني اللي بتاع دي هتنقدر نجلبها وخلاص بك او مش حال لانها بانت اللي تحت بانت هنخليها كده كده تعتقل مش بانا بس زي ما قلنا نزود في في اللازج طبعا في البي سبعة تلاف والشامع وفي نفس الوقت نزود في الجلد يعني ما تسيب يعني يعني زودي شوف انا مزودت ازاي بخلي يوم اتنين كزه تانية فوق بعض بي سبعة تلاف وشامع زي ما قلنا ونخلي ديت لفوق عشان ايه القطع بانا من ورا اهي كده هي مش باينة كده ما فيش اي اطراف باينة نعوش باجه براحتنا نخليها معوجة اهي مش اي مشكلة عايزة باجه توفر تستخدم شروط الكريستال برضو معنا تمام كده اهو ده لشكلها بتمنى الفيديو يعجبكم طبعا بتعملوا لايك عشان انا بعمل لكم اشكال حلوة ايه افكار كتيرة كل ده من جساجيس الجلد يعني كل ده اصلا جساجيس جلدة عندي قطعة مسلا مطاولة لاجتها ملهاش لازمة جمتم سويها من الاطراف سواءا بالمشارشار او بالمجسل عادي سويتها من الاطراف وطلعت معايا حلوة بالمرة هستخدم الكريستال معاكو لعمل التيك تاك التيك تاك عادي ادي التيك تاك الهو بصو خفيف جدا تمام هنحتاج تعالي بس هنا جوخ وكريستال تمام هنحط الجوخ على كريستال هنفرد الشمع فوق الجوخ كده بصو تلحيسة مش ايه مش كتير نفردوه سريعا سريعا على الجلد كده بجا معانا الجلد تجيل كده الجيل ده هو الى حد ما تجيل هنحن نحتاج بجا تيك تاك كده وقطعة جوخ كمان جوخ تحت وفوقي الكريستال اللي احنا حطينا عليه الجوخ وكمان التيك تاك نأكد بس ان كله مع بعضه كده ما فيش حاجة نسينها ويه بالمساد بالمجص انا هاجص ديات بيضاوي تمام كده تقدروا بجا لو عندي الكريستال تعملي الفيديو بتاع الفيونكات ما هدا في فيديو فيونكات فعلا الجسة الجيس بتاع الكريستال تقدر تعملي منها فيونكات تقدر تعملي كذا طبقه فيونكة فوق بعض اهو مش هازين ان ينسى حاجة معانا تمام جصرت معايا شوية هحاول ان انا ايه خليها بميل شوية كده اهي هزبطها باجا ايه بيضاوية او زي ما انا عايزها باس جلقه مجلش لقه اهو عايز باجا جص ده اه سيح ده بالولاعة سريعا سريعا كده باس كده كده معانا الجيل دهو حلو حلو خالص لانك لو جبتك الكافيار وقارنتيه ده كافيار وده كريستال اوصم بالعكس كمان ده ده اجمد من ده ده اهو اجمد من ده عندك باجا كريستال وارد عباد الشمس معانا برضو كريستال اسمه ايه جيش رسمك معانا برضو تمام اديك شفت انا عملت كذا موديل بالكريستال برضو معانا بتعمل باجا في يونجات عليه في يونجاتك اللي احنا رس عاملينها كده بالمراية بالكريستال عايزة تحط كافيار مع كريستال دي كافيار وده كريستال برضو تمشي معانا كده احنا ايه استغلينا الكريستال واتباع معانا التلاتة تلاتة باثناشر التلاتة بخمستاشر على حسب انتي تعبت فيها جديه هي حاجيجي يعني موضوع الخطوة الزيادة دي مش يعني مش متعيبة جوي بس يعني ايه ما تظلموش نفسكو برضو هنشتغل عادي برضو نفس طريق التك تاك عادي اللي احنا عملناها قبل كده بالتك تاك ده اتنين سنتي هي دي اتنين سنتي هجريبا اتنين ونصر هنزود سنة صغيرة الفتحة وهنشتغل عادي خالص زي ما عملنا التكاتيك الجديمة معانا ما فيش اي مشكلة تقدري باجا تبيعيه جملة على كرت وتعمليه على كرت الجروب دي افضل استخدام الكريستال من وجهة تنظري صراحة لو انتي عند الكريستال كتير تقدر تعمليه تكتاك تقدر تزودي علي اي تطشاط باجاية مثلا انا عملت البروج عندك مثلا بروج شوية بروجات تقدر تفطيها هنا تقدر تفطها هنا تمام عملتي مثلا نوعي باجا شوف اتحط اتحط ستان مثلا عليها في يونكا ستان صغيرة كده على التيك تاك من الجنب بدل ما تستخدمي جلد او تغلي بنفسي بس انا شايفة لو عندك جصاجز جلدي احسن استخدامها واستغلالها بس كده حد عارف انه كريستال حد عارف ان الفرخ بتسعة جنيه محدش عارف حاجة اهو دي زيادة اهي هجصها براحة بس ما تبوضوش الرسمة اللي احنا رسمناها بكل سهول اهو سيبوه بس ينشافي الاول ونثني بس كده اتحطي لعبك بالراحة مش 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 مشكلة لو طلع ازياد سنة او اكسر سنة تمام كده بس كده او عايزة بجد حط عليه اي طاطش معاكي اهم حاجة بس تجربه في شعرك او شعر مالي كان عندك تأكيد انه بيكفل انا هجربه لا كويس ما شاء الله جميل بيكفل ما فيش اي مشكلة كأنه يعني كافيار حط باجة فوجية اه بتاع اي شغل باجة من اللي احنا عملناها ده زيه زي دول بالزبط باجة عكرت بس اهم حاجة رخصي سنة يعني لان ايه